بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض دلوقتي الجزء الثامن من الفصل الثاني لمقرر نظم التشغيل طيب نبتدي مع بعض دلوقتي نكمل كلامنا عن الـ Structure أو هياكل أو تركيبات الـ Operating System طيب لما يجي أقولك أنا وأسألك نظام التشغيل ده يتركب من إيه؟ أو تركيبه عمل إزاي؟ إحنا اتفقنا في المحلرة اللي فاتت كانت الباويندرس بتاعته كانت الجدران اللي بتحيطه بالأسلوبنا عبارة عن فاضي حاجة هلامية مش كده دلوقتي هنتكلم عن التركيب بتاعه ممكن يكون شكله عامل إزاي؟ طيب أول حاجة في التركيب بتاعه هنشوفها مع بعض يا جماعة اسمه Layard Approach أو منهجية أو توصيف نظام التشغيل كـ Structure كتركيب على أنه Layard Layard يعني طبقات يعني لو حد قالك وصف كده نظام التشغيل أو يشرح لي كده أو قولي تفتيك نظام التشغيل الشكله عامل إزاي؟ واحد يقولي أن هسوصفه على أنه Layard طبقات يعني ممكن نتخيله عدد من طبقات فيه طبقة ها سفلة وطبقة عليا مش كده؟ بحيث أن الطبقة السفلة تعالي نشوف كده مع بعض طبقات ده طبقة اتنين تلاتة وهكذا هنتكلم عن فيه طبقة عليا وطبقة سفلة Layard ماش كده؟ اه الطبقة السفلة هي اللي بتتتعمل مع مين؟ مع الهاردوير ماش كده؟ اه هاردوير والطبقة العليا هي اللي بتتعمل مع مين؟ مع المستخدم مع اليوزر إذن يمكن تشبيه نظام التشغيل على أنه طبقات ده تخيله في وجه نظر نظرنا دلوقت أن أيه؟ أيه الطبقة العليا تتتعمل مع اليوزر والطبقة ها السفلة تتعمل مع مين؟ مع الهاردوير مع نظام ايه؟ مع المكونات المادية جميل طيب هل الكلام ده له مميزات وعيوب؟ اه طبعا له مميزات وعيوب ها من مميزات الطريقة اللي احنا قلناها ديها البساطة يعني سهلة بسيطة ان انا اعبر عنها على طبقات وكمال لما اجا طوره وعدل فيه واكتشف الأخطاء سهل جدا تطويره واكتشف الأخطاء فيه طالما انت حددته على انه طبقات واحد اتنين تلاتة اربعة اذا كل طبقة بيحصلها تيستنج واختبار واقدر اعرف المشكلة واعمل دي بوجينج واعرف المشكلة فين في اي طبقة بالزبط يبقى اذا سهل ان انا اعرفت ايه ها الأخطاء بتاعتنا وكمان سهل في ايه في التوصيف ايه كمان يا جماعة وبيقول ايه كمان بس لها عيوب ايه يا العيوب انك انت طالما بقى مش كده ناوي تقول انها طبقات لازم تحدد كل طبقة ووظفتها بالتفصيل لو قلت ان فيه طبقة رقم واحد او اتنين او تلاتة لابد بقى انك انت هتحددلي كل طبقات دي عبارة عن ايه معايا اخر حاجة بس عايز اقول في الموضوع ده يا جماعة هل تفتكر طبقات دي عمامسوكة ممكن نمسكها باقي دينا يعني كده محسوسة لا ط طبقات ايه ها ده تخيلية شكل تخيلي له وليس هاردوير يا جماعة احنا اتفقنا خلاص ان نظام التشغيل operating system is software وليس هاردوير معا يا جماعة ايوه طيب ده طريقة في ان احنا نعبر عن مين عن نظام التشغيل هو الستركشور بتاعه هيكلوا عامل ازاي اللي هي Layard approach طب فيه طرقة تانية اه قالوا فيه طرقة تانية اللي هي ايه اللي هي الماكرو كيرنل احنا اتفقنا الكيرنل هو الكور القلب او الاشيء الاساسي لمين لنظام التشغيل صح واللي هو فيه البرامج هي الاساسية اللي بتقعد في اين ها في الممري واللي بتنظم شغل نظام التشغيل وعلاقة البروستز العمليات مع الممري خلاص احنا فيمناك كلام ده مش كدا ايوا وكمان علاقة البروستز مع مين ها مع ايه ها ايوا صح كده مع ال Aww i i websitemusic what отвong w to a.b realty with which you can make it works يعني كرنل بسيط جدا مايكرو يعني قلبه يكون بسيط طالما بقى قلبه ده بسيط يبقى برضه بيدي اقل حاجة في الامكانيات يعني ايه؟ يعني اقل حاجة في ان هو يخدم العملية وكذلك يعمل قدارة المين ها؟ لزا كرة وكمان يقدر يعمل اتصالات بقولك ايه مصد قاتل يستعال اقل يقوم بالموضوع ده طب والباقي لا 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 اهم حاجة اتصالات اللي احنا قلناهم دول مصد اتليست بروفايد بروسز يقدر يعمل ايه؟ يعطي خدمات للبروسز والميمري مانجمنت ويعمل ادارة للذاكرة وكمان يعمل ايه؟ اتصالات طب ما احنا قلنا مايكرو كرنل قلبه صغير اشكدا؟ جميل وطبعا يقدر يعمل ايه؟ كومنيكيشنز بتوين كلاينت بروجرامز اللي برامج العميل والسيرفزز والخدمات اللي بيقى ده خلال ايه؟ رسائل جميل طب الكلام ده له مميزات وعيوب اه طبعا مش احنا قلنا مايكرو كرنل تعال نشوف باقي ايه اللي هيحصل قلنا مميزاته ها ازيار تو اكستيند امايكرو كرنل سهل بقى انك انت ايه؟ تكبر المايكرو كرنل ده انت بلقته على انه بسيط مش كده؟ سهل انه تعمله يعني تعمله تجبير تعمله امتداد مش كده؟ ويه كمان ازيار تو بورتز اوبريتنج سيستين تونيو اركيتيكشنر ممكن بقى تعدل من هيكل نظام التشغيل لتحصل على هيكل جديد اركيتيكشنر زي جديدة مور ريالابول اكسر مرونة ومور سيكيور اكسر حماية مظبوط طيب هل له عيوب؟ اه طبعا له عيوب ديس ادفانش كل حاجة يا جماعة لهم مميزات وعيوب اه بنقول من عيوب طريقة المايكرو كرنل او التعبير عن النظام التشغيل كهيكل على انه مايكرو كرنل من ضمن عيوبه ان الاداء بيقل ده نتيجة ايه نتيجة ما يسمى يا جماعة بالاوفرهيد اوفرهيد يعني ايه؟ اه يعني الوقت المستغرك من عملية لعملية تانية الوقت عشان تنتقل من عملية الى عملية اخرى بياخد وقت كتير طيب بيستهلك consume طيب ايوا consume طيب الكلام ده من ضمن الايه؟ العيوب تمام اه وبدأ بقى يديك امثلة على مكنتوش CMU ومد في منتصف التمنيات والويندوز انيتي ووز ماردو مايكرو كرنل جميل طيب نشوف مع بعض هل فيه هيكل اخر اه بيقول فيه هيكل اخر هو الموضلر أبروتش كأنه بيتكلم على انه موديولز يعني ايه موديولز يا جماعة؟ بيقول لك كلمة موديول انه بيتعامل مع مكونات نظام التشغيل باستخدام الـ Object Oriented Design اه يبقى ايه نقول مع بعض تاني موديولر أبروتش يا شباب معناها ان انا بستخدم اجزاء ها ها ايوها نظام التشغيل على انها ايه؟ Objects اهداف وطالما جبنا سلة الـ Object Oriented معناها ايه؟ معناها ان احنا بنا تخيل ان نظام التشغيل دوت عبارة عن مجموعة من الاجزاء كل جزء له صفاته وخصائصه المعبرة عنه هو بس ولما يجي اتعامل الجزء اللي يتعامل مع جزء تاني لازم ايه؟ لازم ايه؟ لازم يقفل اتصال ما بينهم ايوها يعني كل مجموع او كل مكون له صفاته وخصائصه هو بس ويبقى فيه حلقات وصل ما بينهم الكلام ده هيوضح في الكلام اللي يجادي يقول ايه؟ Kernel has set of core components عنده مجموعة من المكونات الأساسية ايه كمانة جماعة؟ dynamically links بترتبط مع بعضها بطريقة ديناميكية تقليضية عادية in other surfaces في خدمات add boot or run time يعني مجموعة من الاجزاء بيتقابلوا مع بعض ويعملوا التصال مع بعض في الـ run time او في البوتنج في بداية التشغيل مميزات او طبعا مميزات ايه بقى مميزات الهي الهيكل اللي احنا اتفقنا عليه ده بيقول ايه؟ يعني معرف كل شيء تعريف جيد مش هو كائنات مستقلة مع بعضها او مكونات مستوكلة مع بعضها كل شيء بيرتبط مع بعضه أثناء التنفيذ اه اذا انت عرفت كل شيء تعريف جيد مش كده؟ زي بالضبط layered systems لكن افضل من layered systems كمان ليه؟ لان اصبح more flexible كل شيء شئ او كل مكون بيقول نسؤوله عن نفسه بيعرف التصل ازاي مع الاخرين جميل و ايه كمان؟ بنقول كمان is small as macro-kernel اه ايه؟ 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 معنى ان انت رأي دات بقى دمجت ما بين المميزات اللي فاتت اه؟ كل شيء معرف في layered system خدت مميزات layered system في ان كل شيء محدد ومعرف و كذلك خد مميزات الماكرو كرنل ان هو ايه بقى؟ small نفس small ايه؟ بسيط زي الماكرو كرنل لكن ايه مش بسيطه بس؟ يعني مش بسيط و كمان بيعمل حاجات بسيطة لا ده كمان more efficient و اقصر فعليه و علشان كده جماعة واضح من المدر قبلوش اللي احنا اتفنا عليه دوت ان هو ايه؟ ان هو مهم اكتر مش كده و ان هو احسن شوية في التعبير اذا اصبح used in modern versions و اصبح يستخدم في الايه؟ في الاصدارات الجديدة لليونيكس زي السولارس و اللينيكس و كمان في بعض كمان الانظمة اللي هي قالت ايه طب ما ايه رأيكم هنجمج ما بين كل دو مع بعضه نعمل hybrid دامج كده الشبكة مختلطة كده او approach مختلط مابين مين و مين مابين ايوا الماكرو كيرنلز ايوا ماكرو كيرنلز او ايه؟ ال layers و كمان ايه جماعة و ايه و ايه و كمان الخدمات اللي بيقدمها ال modules يعني ممكن ندمج كل ده مع بعض Kernel combines Magnetosh layers و ايه جماعة و خدمات يقدر يقدر يقدمها الميديورز او المدر ابروتش والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة